السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حباب قلبي عاملين ايه? يارب تكونوا كلكم بخير. النهاردة فيديو جديد. زي ما احنا شايفين كده. حبيت افرح ولادي. بحاجات بسيطة خالص. لان طبعا اللبس الشتوي غالي جدا. فبرده حبيت ايه? يعني اجيب لهم حاجات بسيطة كده. اه يفرحوا بيها. لان طبعا اه عارفين ان احنا طبعا ولادنا كلهم بيكون عندهم لبس من السنة اللي قابليها. فكل سنة بنجيب حاجة يعني. اه وبرده لحاجة غالية فبنراعي ده. زي ما احنا شايفين ده ترينج كده بناتي. اه خامته جميلة جدا. زي ما احنا شايفين جاي كده على شكل البنطرون جميل قوي. والخامة بتاعته روعة روعة من جوة كده مبطنة. اه وحلوة قوي. شايفين? ولونه كمان جميل جدا. ملك مبسوطة بيه قوي. بتحب هي الحاجات دي الالوان اللي هي البنك والأحمر. آآ بتحب هي الالوان المفرقعة شوية. هي بيضة. فبتليه اكتر في الالوان اللي هي المفرقعة. آآ بس انا عجبني الترينج التاني. يعني هو لونه هادي شوية مش عجبها قوي. آآ بس عجبني انا. يعني هي عجبها البنطرون وانا عجبني التيشرت. آآ جبت لها الترينج ده كمان الاولاني كان آآ بتلتمية وعشرين. ده كمان بنطرون بضعه جميل قوي وفيه كده حركة من تحت كده جميلة قوي. آآ مش عاوز اقول لكم على خامة البنطرون مش يعني طرية ونعمة جدا من جوة الخامة روعة 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 روعة. يعني الصراحة مش خسرة في الترينج ده الفلوس. آآ وده كمان التشيرت بتاعه شايفين باين قوي على الحاجة ان هي كويسة. ده كان ب مش فاكرة بس هو مكتوب عليه ومكتوب عليه ما خدتش بيلي قوي بس هو بتلتمية وحاجة. آآ ده برضو غامته جميلة جدا ومن جوة مبطن وحلوة قوي. ده مش قطيفة قطن بس قطن يعني قطن مية في المية. زي ما احنا شايفين الحاجة كويسة جدا. آآ بحب اجيب لي ملك بالزات يعني لان هي آآ مش بتستحمل اي خامات غير القطن او القطيفة لحاجات اللي هي الطرية دي. آآ فبحب اجيب لها يعني مش بيجيب حاجات كتير بس ما بجيب بيجيب حاجة كويسة. شايفين جميل قوي ونضيف قوي يعني خامته نضيفة قوي يا عجبتني. مبطن كده من جوة وحلوة قوي. الاسعار بجد بالشتوي. الاسعار رهيبة. رهيبة يعني بجد. مش عارفة ليه مغالين الحاجة قوي كده علينا. وبعدين يعملوا تخفيضات بقى على الحاجات اللي هي مش حلوة. آآ جبت بقى لمحمد ترينج واحد. يعني الترينج بتاع محمد بالترينجين بتوع ملك. زي ما احنا شايفين بقى علي قوي ان هو قطن ونضيف. آآ شايفين بقى مش عاوزة اقول لكم بطنية. بطنية من جوة. بجد بطنية. الواحد يدخل جوة كده بغطة. شايفين? روعة 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 قوي. عجبني قوي ترينج محمد. نعم كده جميل قوي. ترينج ده تقريبا كان آآ بربعمية خمسة وتسعين جني يعني بالترينجين. شايفين الخامة الخامة بتتكلم عن نفسها. روعة روعة روعة. وكده ورسمة كده البنطلون حلوة قوي عجبتني. انا بعجبني البناطيل اللي هي ايه نزلة بشروال من تحت اللي هي الاستك اللي ماسك من تحت ده. ده بتعجبني قوي. شايفين? بطنية. واحد يتغطى بيه. ولو جبان كده من الجنب كده ومن ورا في جيب برضو. ينفع البنطلون ده على فكرة يعني يخرج به. مش ترينج. يعني يلبس عليه ويخرج به. شايفين طري ازاي? يعني عجبني قوي عملة. عملة اعمل بايدي كده. عجبني قوي انه طري. طري وناعم ومبطن جدا من جوه. عجبني قوي الترينج بتاع محمد. وبتعملك برضو حلوين عشان ما تزعلش. قلت بقى عمل لهم ايه? غدوة حلوة كده بعد ما جينا. جبنا اللبس وجينا بقى فقلت عمل لهم غدوة حلوة كده. وفي نفس الوقت سريعة ومش هتاخد مني. ولا وقت ولا مجهود. لان الواحد ايه يعني يتعبان. مش قادر يعمل اي حاجة. فطلعت كده ايه? كانوا حمام. عندي كانوا في الفريزر. اه كنت سايبهم يفكوا في المية. اه فحبيت اعمله لهم كده على السريع. انا كنت نزلت معاكم قبل كده وصفة الحمام عندي على القناة. بس المراتي هعملها كده في السريع مش هطول عليكم. زي ما احنا شايفين هجيب بصلة كبيرة مقعب زبدة. اه معلقتين من الزيت. وهبس وهقلبهم كده هشوحهم بس مجرد تشويح. زي ما احنا شايفين كده يا بنات. هشوح البصلة. مجرد تشويح كده مش هحمرها ولا اي حاجة. وبعد كده هنزل عليها بنص معلقة اه انا مسكها في ايه التانية. بنص معلقة صغيرة من التوم. التوم بيخلي طعم الاكل اي لحوم اي حاجة دي فيها توم. بصها تدعيلي. بجد التوم بيخلي طعم الاكل حلو جدا جدا جدا. بس كده شوحت البصلة هنزل بفصين التوم زي ما قلت هم وفصين اتنين. هنزل بيهم واشوحهم برضو في البصلة. وعندي في الطبق التاني ده عندي جزرة مبشورة. عندي طماطمتين. وقرنفلفل رومي. تمام? مقطعهم او بشراهم. وهنزل عليهم بعد ما شوح البصل والتوم. هنزل عليهم واسبهم يعني ايه يعني يستو كده في مع البصلة والتومة مش عاوز اقول لكم الخلطة دي يا بنات روعة روعة روعة. بجدر حتها جميلة جدا. وبعد لما اضيف التوابل بقى يعني خيال. هبدأ اشوح 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 فيها. وهنزل بالحاجات الحلوة اللي انا قلت عليها. لو انت لسه مش مشتركة عندي في القناة اشتركي وفعل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد انا بنزله. اه ولو انت مشتركة وشفت الفيديو حطيلي لايك مش هتخسري اي حاجة هتدعميني وتشجعيني. بس كده عندي كوباية رز او كوباية ونص من الرز المخصول. اه وصفيته. هنزل بعد ما حطتي الحاجات اللي انا قلت عليها الطماطم والفلفل والجزر واستوم ونزلت عليهم بتوابل فلفل اسود وشوية من الكمون وشوية من بهارات المشكلة. كمان ضفت اه شوية من الكل حاجة من دي ربع معلقة كل حاجة ربع معلقة. دي في التوابل اللي انت عاوزها. ضفت كمان شوية من الكاري والكركم كل التوابل اللي حلوة انا ضفتها. عندي مية بتغلي بقى على العين التانية زي ما احنا شايفين بقلف في الرز كده. ما ضفتش لسه ولا مية ولا اي حاجة. انا يضوبك الرز تشوح عشر دقايق مع التقليب. لانه هيستوي تاني لما اه يضحشي في الحمام. فانا دلوقتي سبتو بس كده فضلت تقلف في شوية. ما استواش اهو. استوى نص سوا. ما ضفتش مية خالص. زي ما احنا شايفين. المية بتغلي على العين التانية. ودلوقتي هنحشي الحمام. زي ما احنا شايفين لونه جميل ازاي. زي ما قلت الروز ده ما ضفتش لسه عليه مية خالص. هبدأ كده طبعا احشي الحمام زي ما احنا شايفين كده. الرقبة دي بقى بنملاها رز. بطعمها حلو قوي. انا مش بحشي الحمام اللي هو جوه الجلد. اللي هو كده على عند القفص الصدري كده بتاع الحمام لأ انا بحشي الرقبة بس ودي كفاية بالنسبالي. مش عاوزة رز كتير. وبعدين اي رز بيفيد احنا بنسويه وبقطعمه جميل جدا. لانه متقطع فيه الكبد والاوانس. فبقى طعمه حلو قوي الرز اللي هو مستوي لوحده. فانا بحشي الحمام بالشكل ده. طبعا فيه ناس بتحشي الجلد ده اللي انا بشور عليه. آآ طبعا دي حرية شخصية. آآ بس اي آآ اي بنوتة حلوة كده بتشوفني. تعمل الفكرة اللي انا عملتها دي سهلة جدا وسريعة. وكمان الرقبة دي بتخلي شكل الحمامة شكلها جميل قوي. لما بتحشي الحمامة كده بتحشي الرقبة بتاعتها. بتبقى جميلة قوي وشكلها حلوة كمان. دلوقتي انا بعد ما خلصت المية غلية معي نزلت بالحمام على طول مش هياخد مني آآ نص ساعة. ليه مش هياخد منه نص ساعة يا بنات علشان الحمام ده بلدي. بلدي وصغير فمش هياخد مني خالص آآ اكتر من نص ساعة. الرز اللي فاض معي زي ما احنا شايفين انا هضفت عليه كوباية مية آآ وهسيب ويستوي متزودش في المية علشان الرز ما يعجنش منك. كوباية واحدة من المية على الرز ما يغطيش المية ما تغطيش الرز. زي ما احنا شايفين الرز مفلفل وجميل جدا والكبد والقارس باينة فيه والفلفل والجزر والحاجات الجميلة. شكله حلوة قوي. طلعت الحمام ويحمرتو في الفرن ومحمرتوش في الزيت. زي ما احنا شايفين لونه طحفة طحفة. يا ربي فيديو النهاردة يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك. شايفين? يا جمالو يا جمالو. هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. شكرا.